السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحلقة جديدة وقوية جدا بإذن الله تعجبكم ويعني نحاول نلم فيها الأحداث اللي حصلت في الكرة المصرية وهنبدأها بجريدة الزمالك توهين لاعب الأهلي وأيضا خالد الغندور يستفز جمهور الأهلي وكواليس وأسرار جلسة سيد عبدالحفيز مع نجم النادي الأهلي استدراك في دقيقة الحلقة ما ساشتعمل لايك وشارد الفيديو في كل مكان اشتراك في قناة اليوتيوب وتفعيل الجرس في قناة اليوتيوب وفعل صفحة الفيسبوك جديدة الزمالك بعد يعني ما الزمالك كسب الأهلي في كرة اليد نزلوا العدد بتاعهم الأسبوعي وكانوا كاتبين فيه كسرنا يد الأهلوية كسرنا يد الأهلوية وطبعا يعني الجملة دي بتحمل أكثر من معنى ممكن يكون قصدهم أن هما كسروا يد الأهلوية يعني كسروا فريق كرة يد النادي الأهلي ممكن يكون قصدهم كسروا إيد جمهور النادي الأهلي ممكن يكون قصدهم كسروا إيد مجلس إدارة النادي الأهلي ففيه مئة ألف معنى طيب أيا كان المعنى من المعنى اللي احنا قلناها فأنا عن نفسي كراجل زمال كوي لا أقبل أن تكون دي طريقة جريدة النادي بتاعي طريقة جريدة النادي الرسمية اللي أنا بشجعه ما حبش أن نتكلم كده ممكن نقول هزمنا يد النادي الأهلي انتصرنا على يد النادي الأهلي لو كانت هزيمة كبيرة أوي صحقنا يد النادي الأهلي أو فريق يد النادي الأهلي زي بني جوب مثلا إيه الزمالك يصحق الأهلي بربعية الأهلي يصحق الزمالك بسوداسية وهكذا في كلام عادي لكن كسرنا إيد الأهلوية وكلمة عامة فأنت بتحمل أكتر من معنى وقصة أنت تحمل أكتر من معنى دي بتثير يعني استفزاز المنافس اللي قدامك ما هو أنا طبيعي لو أنا إنسان زمال كوي وجريدت النادي الأهلي طالع بتقول كسرنا إيد الزمالكوية ما أنا هتدايق جدا وهتنرفز وهتعصب إيه يا عمي يعني إيه كسرت إيد الزمالكوية ما تقول أنت أصدق على مين بتشمل الكل أصدق على الجمهور ولا مجلس الإدارة ولا الفريق ولا مين بالزبط فأنا شايف إن الجملة دي أو العنوان ده عنوان هجومي وأنا ما حبش إن جريدة النادي إن أنا بشجعه تتكلم كده على المنافس ودائما بقول لكو أنا ضد التقليل من المنافس أو استفزازه أو إهانته فأنت بتهين يعني بالطريقة دي أو بتحاول تهين المنافس وأنا ضد الكلام دي تماما بتقول كسرنا إيده كسرنا إيد الأهلقوية اللهم مين أي حاجة بقى باشا كورة بقى مجلس إدارة فريق الياد مثلا أي حد غيرهم يعني بتبقى واضحة وطبعا يمكن أنا ما كنتش أعرف اللي مكتوب في الجريدة أو عنوان الجريدة غير لما نشرها كابتن خالد الغندور على صفحيته خش بقلب لقيت كابتن خالد الغندور منزل القلاف بتاع جورنان زمالك أو جريد الزمالك أي أن كان يعني وهو فخور بحاجة زي كده وزي ما قلتلكم في حلقة مبارح إن كابتن خالد الغندور شغال الأسبوع ده في قناة الزمالك ببلاش بعد ما خلاص عقده خلص مع قناة الزمالك ومشي من القناة فوقف الأسبوع ده بيوجب بيوجب مع مجرز زارة الزمالك بيوجب في موضوع التعصب ومبارح جاي يقولك تعالي يا كلاتنبرج ومثلا عايز يا كلاتنبرج طبعا هو يعني ما عرفش هو أخد باله ولا لأ بس أعتقد هو أخد باله بالطريقة دي تاني بيثير الاستفزاز في الجمهور المنافس والجمهور المنافس بتلاقي إن هو متعصب أو متعصب مش متعصب بقى متعصب من اللي بيتكتبه ده طبيعي وده حقه وزيان بقولك مبارح تعالي يا كلاتنبرج هو كلاتنبرج عايز إيه هو كلاتنبرج بيعمل إيه ده محاولة تبرير لهزمة النادي الأهلي الموسم السابق في الدوري وكلاتنبرج مستفاد إمن ورقصة دي اللي هو الراجل يعني بيقول إن كلاتنبرج بيجمل النادي الأهلي يعني الراجل حتى كلاتنبرج مسلمش منه اللي هو الراجل الأجنبي اللي لا يعرفني ولا يعرفك ولا فرق معه أهلي من زمالك والراجل كده كده أصلا مكتوف أكتر من دا ان هو يبقى رئيس لجنة الحكام هناك. حتى ده ما سلمش منك فدي حاجة صعبة اوه كابتن خالد يعني. طبعا كابتن خالد يا جماعة لما يروح قناة جديدة تلاقوا منتهى الحيادية والجمال وايه الحلاوة دي وكابتن خالد غندور يعطي النادي الاهلي حقه وهو راجل حقاني وبيتكلم بالحقه انا راجل يعني حقاني وبقولي الحقيقة دايما هتشوف تغير شامل كامل بعد رحيله ولكن زي ما بقولك هو بيوجه في الاسبوع ده كده ايه عشان هو ماشي تبقى الدنيا تمام يعني يمشي ايه ما ما حصلش اي مشكلة. فا آآ يظل طبعا برضو في الكومنتات آآ كابتن خالد انظور كان بيكتب بيرد على الناس آآ بكومنتات ويقعد يقول لك ده الاهلي خسر الدوري المسلمين المتتاليين والزمالك هو البطل الاهلي كان مركز تالت ما عرفش برضو ايه علاقة الكلام ده ولكن دايما يقعد في كومنت كواليس واسرار جلسة كابتن ساعد الحفيز مع نجم النادي الاهلي طبعا نجم النادي الاهلي هنا اللي احنا نقصده هو افشا في ناس كتير يا جماعة تقريبا نسي افشا او بيقولوا ان افشا مستوى ما بقاش وحش ولازم يرحل من النادي الاهلي ناس اهلوية كمان انا عايز اقول لك ان انا لو في حد عندي زي افشا اه هو صاحب القضية يعني الجملة دي اكيد بدي ايه اني وبدي ايه كل زمالكوية ولكن هو صاحب القضية وصاحب الانجاز ده يعني مش هاجي في يوم الايام اللي وحش ان هو كان عامل مواسم اسطورية اه ممكن يمشي من النادي في يوم الايام بس بس ما قولش لا ده خلاص ما بقاش نافع افشا خلاص يا جماعة يرحل وما يقعدش معانا ويتكل على الله لا ما ينفعش يعني ما ينفعش ما ينفعش والله ينفعش اهل كده افشا العب كبير اه مستوى قلي جدا اليومين دول بيحاول يسترجعوا واحدة واحدة برونو سافيو يمكن اه لما جيب يلعب في نفس مكان افشا بقى فيه منافسة بين برونو سافيو وافشا ولكن عايز اقولك ان الاتنين لسه برضو مستوهم مش توك فورم يعني محدش فيهم يقعد التاني على الدكة الاتنين ممكن يبدأوا عادي والاتنين مش احسن حاجة الاتنين محتاجين يدوسوا على نفسهم شوية برونو سافيو محتاج يدوس على نفس شوية افشا محتاج يدوسها على نفس الشوية لانهم لسه عندهم اكتر وعندهم احسن والاتنين امهر من كده بكتير واحرقت من كده Care لكن محتاجين اه يدوسوا على نفسهم شوية ويركزوا اكتر ومدير الفن يبدأ يتعامل معاهم اه يعني اه فردي قوي كان كان من سبه لحفيز قاعد مع افشا وقال له النادي الان لي مافيش اي نية انه هو عايزينه يرحل ولا رحيل مجانا ولا الكلام ده كله. ولو افشا جايله عروض قوية وهو عايز يمشي في نهاية الموسم الاهل ما عندوش اي منع ان هو يمشي. بس لو كان في عروض قوية لكن لو ما فيش عروض قوية الاهل متمسك بافشا وعايز افشا معا الموسم ده واللي بعده واللي بعده. لغاية ما عقد افشا ينتهي ايا كان ينتهي في اي موسم. وان افشا لعب كبير. طبعا جلسة تغضر خفيز مع افشا دي جلسة نفسية في المقام الاول بيحاول يرجع اللعب نفسيا اكتر من تكتيكيا ومدنيا وزي ما قلت لكم ودايما بقول ان اه يعني الحالة النفسية للعب والتأهيل النفسي للعب اهم مليون مرة من التأهيل التكتيكي والبدني. اللعب اللي نفسيا وصق من نفسه وادرت ادارة الادارة الفنية للنادي تخليه ويصل لمرحلة كبيرة جدا من الثقة بنفسه يقدر يعمل اكتر بكتير من اللعب المهاري اللي مش وصق في نفسه وديكو شفتو خير المثال في كاس العلم والفاجآت اللي بتحصل يمكن ابرز هالنهاردة كمان كرواتيا بالعزيمة والاسرار والثقة في النفس اخرجوا البرازيل المهارية اللي ما كانوش وصقين في نفسهم وما كانو مدين المطش اقل من حجمه. كان مع اخوك عمرو حاطف من قناة صاحب الكورة اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.